موسيقى 30 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا إلى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم وذلك بعد الإعلان عن تزهيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة وعدد الوفيات يصل إلى 36 حالة فيما تمثلت 10 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تمثلت لشفاء إلى 24 حالة في تونس رئيس البلاد قيس سعيد يقرر تمديد الحجر الصحية الشامل لأسبوعين إضافيين إلى أقوال صحبات ذلك أتي ممات الصحافة المحلية والدولية تم حورة حول آخر المسجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في المغرب وفي العالم التفاصيل مع صحر بن سيمان ثم أخبار الاقتصاد البارس مغربيا عربيا ودوليا ومجمل الأخبار اهتمت بتدعيات تفشي وباء كورونا على الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي أخبار الاقتصاد يوفينا بها زميل أنور لكحل إذن مشاهدين إلى أولى فقرات الصباحيات مع نشرة الأخبار رفقة رجاء فضلي صباح صباح الخير حسن وصباح الخير مشاهدينا في عنوين هذه النشرة في المغرب وإلى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم تسجيل واحد وعشرين حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوفيد 19 ما يرفع الحصيلة إلى 638 حالة إصابة جديدة وفي سياق حالة الطوارئ الصحية إجراءات مشددة لمصارح الدرك الملكي من أجل منع حركة التنقل بين المدن من دون ترخيص ورئيسه التونسي قيس سعيد يقرر تمديد الحجر الصحي الشامل بالبلاد لأسبوعين إضافيين إلى تفاصيل هذه النشرة حسن نعم التفاصيل نبدأها من حيث بدأت في العنوين رجاء في المغرب وإلى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم تم تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة المؤكدة بالمبلكة إلى 638 حالة في سياق المتصل تم تسجيل ثلاث حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 36 حالة هذا وعلنا مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة علنا عن تسجيل عشر حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تمثلت للشفاء إلى 24 حالة وللكشف بشكل أسرع عن حالات الإصابة بكورونا بيروس المغرب توسع وزارة الصحة شبكة المغتبرات للكشف عن حالات الإصابة وقد أكد المسؤول بوزارة الصحة على اعتمال المغرب للتشخيص الضقيق فبطبيعة الحال وطبقاً لتفعيل المخطط الوطنية لليقضاء والترصد والتصدي لكوفيد-19 فنحن وسائرون في توسيع شبكة المغتبرات التي تؤكد بطبيعة الحال الحالات المرض وبطبيعة الحال يجب تأكيد أننا في المرحلة الثانية لا زلنا نتوخى التشخيص الضقيق والتشخيص الضقيق يعني أنه يعتمد على أرقى مكين وعلى أضق مكين من وسائل التشخيص وهو التشخيص عبر اكتشاف الحمض النووي للفيروس لهذا فإننا وسعنا شبكة المغتبرات وسنقوم لاحقاً باعتماد وسائل أخرى للتشخيص قامت مراكز تصفية الدم بمدينة الدار البيضاء باتباع إجراءات صحية وقائية تفادياً لانتشار بيروس كورونا حيث تم تعقيم أرجاء المراكز وتخصيص غرف خاصة بالكشف الأولي كما تم توفير النقل لمرضى القصور الكلوي ومنع ذويهم من مرافقتهم حفاظاً على سلامتهم كما لا يتم سثناء المصابين بوباء كورونا من حصص العلاج الخاصة بتصفية الدم في المراكز الصحية حيث يتم التعامل معهم وفق شروط وقائية خاصة يتبع المزيد من هذا التقرير لمحمد أنستنوح وأيضاً كما نغني على غرار المراكز الصحية التي تباشر تخصصات أخرى كتصفية الدم تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية ذوي القصور الكلوي من وباء كورونا المستجد حيث تم فرض إجراءات صحية من خلال الالتزام بشروط الوقاية وتعقيم المؤسسة وتخصيص حجرات خاصة للكشف الاستباقي لفيروس كورونا قبل البدء في حصص العلاج الخاص بتصفية الدم كما لا يتم استثناء المصابين بالفيروس من حصص العلاج لكنهم يخضعون لتدابير خاصة لمنع العدوى ملتزام للطاقم الطبي والتمريدي بكل الموسائل الوقائية لكي يكونوا في منأة أنهم يتصابوا بهذا المرض و هذا الوباء الخطير الحمد لله وفرنا كل الظروف لكي نحفظوا أولاً على الطاقم التمريدي والطبي اللي يبني ملتازم معنا ثانياً أنا نحفظوا على المرضى لأن المرضى ما عندهم مناعة ضيفة جداً ثالثاً أنا ما نخليهم شيء قاوة ديورهم لأنه كان مشكلة للتنقل مشكلة للوسائل النقل فكان هناك تنسيق ما بين المؤسسة أمل ما بين كل السلطات الترابية من عمال ولاد الحمد لله وبهدف توفير أقصى قدر من الشروط الوقائية تم توفير بعض الأجهزة الخاصة بتصفية الدم للمرضى في حالة مزمنة في بيوتهم مع توفير المواد الاستهلاكية اللازمة لسيرورة حصص العلاج والحفاظ على حياة المرضى القصور الكلوي الذين يعانون أيضاً من مناعة ضعيفة اللي بعتني كدلي أنا جميع مراكس تتبع جميع الأمل تنركزوا على شروط سلامة تحترفوا مسافة أدنى تجوج متروا بين المريض والمرض وبين المريض والطبيب والفرمي غسل يديم بموستابون كل ساعة وتحوير مستمرة المستاج اللي برانا نوصل لهم اللاز اللي خليكم خليكم فضاكم حيث دوابا فتساك ما عندوش دوا وما عندوش لقاح وللمزيد من إجراءات السلامة للحماية من الفيروس تم تخصيص سيارات خاصة معاقمة لنقل مرضى القصور الكلوي إلى المركز الصحي كما تم منع ذويهم ومرافقهم من الحضور وكل هذا للتقليل من خطر انتشار وباع كورونا وعلى المستوى الأمني إجراءات أمنية كثيرة تفرضها حالة الطوارئ الصحية في البلاد ولتقنين التنقل بين المدن تسهر عناصر الدرك الملكي على تشديد المراقبة على مستوى السدود الأمنية والقضائية حيث لا يسمح بالتنقل إلا لمن يتوفرون على سند قانوني نتالي على الربرتاج لعجمون أبو خريس وفيصل أبروش مشهد غير مألوف بمحطة الأداء بوزنيقة بالطريق السيار الرابطي بين دار البيضاء والرباط حركة السير التي كانت لا تتوقف إلى عهد قريب صارت في أدنى مستوياتها بسبب تشديد إجراءات المراقبة المواكبة لحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها المملكة منذ مدة والتي تحد من التنقلات بين المدن وداخلها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة